ايه بتدي المسلسل بالبطلة و بتكون عامية و رايح المرسم بتاعها و بتكلموا عليها و يقولوا انها بنت عامية و جدتها ماتت و لسه بتيجي المرسم ترسم قلبها اسي قوي هي حتى مش بتعرف تميز الالوان احلامها الغبية دي فاكرة نفسها و هي عامية هكون حاجة و يجي واحد يقولها لين انت بترسمي و يحاول تحرج بيها لان هي عامية يضربوا البطل و يمشي يقولها خلي بالك المرة الجاية و هي ماشي في الشارع بتقع لان في شباب بيوقعوها و بيكونوا بيجروا و رهان مو و تحاول تتصل بجدتها و تقولها جدتي لو كنتي عايشة كانت كل حاجة تبقى كويسة و تفتكروا هي صغيرة لما كانت جدتها بتحضنها و تحميها و ترد على التليفون تقول لها جدتي انا عارفة اني فقدتك انتي وحشتيني جدا انا كنت اتمنى ان ما كنتش اكبر ابدا لاني بنت عامية تقول لها انا معاك بقلبي اهم حاجة انك تعيشي لازم تبقى قوية و تشكرها و ده طبعا كان تسجيل لاني جدتها ميتة و لما تروح البيت تكون خايفة و تلاقي هان مو و يقول لها انت كويسة تتخض منه و يقول لها جدتي كانت قلقانة عليك لانك عيشها لوحدك ممكن يكون خطير عليك علشان كده انا حطيت الحزاب بتاعي على الباب و تسألوا على الناس اللي كانت بتجري وراه يقول لها ده كان واحد حرامي و انا كنت بعمل اللي علي تقولوا ما كنتش تتوقع ان الملك الشيطان اللي مدرسة عنده جانب طيب و تسمع صوته تقول اي ده جدتي لكن هي بيكون جدة مهان و يكون فيه شباب بيتنمروا عليها و هي خايفة و تكون صاحبتها وقفة و تقول ده جازات اللي هايحصل للي يسرق مني هان مو و يشوفها هان مو و يضربهم يقول لها انا انقاستك لازم تشكريني قوتي دينه منديل لانها شم ريح الدم و تيجي صاحبتها و تعمل نفسها بتدفع عنها و تقول لها هان مو انت بتتنمر على صاحبتي علشان هي عمية تاخد لين و تمشي و تودها المرسم و تقول لها عودي اللوحة بتاعتك اخترها المعلم طبعا مش بتصدق و تكون فرحانة تيجي تلمسها تلاقي اللوحة بتاعتها مقطوعة تقول لها صاحبتها انت صدقتيني الناس العمية اتخلقوا عشان محدش يساعدهم يجي هان مو و يبعد صاحبتها و ياخدها و يمشي يقول لها ما حد الشجر يكسر حلمها تغضب صاحبتها و تقول لها استني علي يقول لها من حقك يكون عندك حلم هم اللي غلطانين و يديها منديل تقولوا ده المنديل من المرة الاخيرة لما ساعتيني فيها انا بتدهولك و تسيبه و تمشي و بتروح تشتري حاجة من الماركت لكن العاملة بتقول لها شوفي بنفسك لكن فجأة العاملة بتساعدها و تكون ماشية و يحاولوا شباب يقربوا منها فجأة يهربوا و لما توصل البيت تقى فجأة و تقول شكرا لك يهان مو يولا انا كنت بس معد من هنا و ما تفكرش كتير و يفتكر و هو بيساعدها و لما ساعدها في المتجر و لما كان خوفي الشباب علشان ما حدش يقرب منها تقول كل ده و كان مجرد معد من هنا انا ماشية دلوقتي مع السلامة و يكون فرحان ان هو وصلها البيت بأمان لكن فجأة بتيجي عربية سريعة و بتغبطه يفقد الوعي و هي مش سمعة اي حاجة لانها كانت بتسمع مزيجة و كمان مش شايفة لان هي عمية و فجأة كنت ماشية و تيجي شين و تتنمر عليها هي و صحبتها تقول لها انت بتتنمر علي عليها ليه احنا زملاء في الجامعة تقول لها هنمو عمل حدست عربية بسببك انت تقريبا كان هيموت عارفة بيعمل كده ليه لانه كان معاكي عارفة بقى انا بعمل كده ليه تقول لها ايه عربية صدمته و تزقها شين لكن هو بيجي و ينقذها يقول لي شين لو كنت بحالك ويسا او لا ده مش من شأنك و ياخد لين و يمشي ده بسببي انا انت تجرحت فين بسبب الحادثة يقول لها انا بس محتاج راحة و اكون كويس استنيني هنا ولما تستنى الناس تنمر عليها لانها مش شايفة و هي وقفة في الشارع و هيجي و يدافع عنها و تكون مجروحة يتأسف ليها و يقول لها انا عمري ما هبعي دعيني عنك مرة تانية و لما يوصلها تشوفه امه و تقوله ايه اللي جرحك كده و يقول لها انا اول مرة اشوف والدتي من ساعة مجبرت تقوله انت تقدر تشوفي العالم مليان الوان امشي ناحية الضوء يقول لها من هنا و رايح انا اكون عينيكي و اخلى حياتنا كلها كويسة و يحاول ياخد صورة معاها يقرب منها و تكون في الشارع و يجي مهان و ينقذها تقوله دي المرة الكام اللي تنقذني فيها يقول لها ما تقلقيش هاتي تليفونك ممكن احط رقمي يكون رقم الطوارئ عندك تقوله لا يقول لا خلاص انا عملته اتأخرتي و كل شوية اتصل بي تقول انا اسفة دست على الرقم الغلط دي اول مرة استخدمه انا مش متعودة يقول لها ما تقلقيش خدي وقتك و يكون تسواق عربية بيحط مخدر تقوله ايه الرحة دي تحاول تتصل بهان مو حاول السائك يخرجها بسرعة تضربه وتهرب منه وتجرس استخبه و هي بتفكر في هان مو وتبكي و فجأة ييجي وتحضنه و يفتكر وهو بيدور عليها و هيعتذر ان هو اتأخر لكن فجأة بيتغير هان مو وتكون واقفة في الشارع بتعدي على العربيات وهان مو واقف وراها و بيزقها على العربية و لما تروح تشتري من متجر حاجات تدفع الفلوس يكون هو اللي واقف يضحك عليها في الفلوس و ييجي الرئيس و يقوله ما تضحكش عليها ورجع عليها فلوسها وتكون ماشي وطقع ياخد منها العصاية ويمشي تقول عصايتي كانت هنا هي فين تتصل بي وتقوله انا مش لاي العصاية ممكن توصلني يقولها لا انا مشغول روحي بنفسك تقول اكيد محدش بيحب المشاكل وهو كل ده بيرقبها وبتقوم بنفسها و يفتكر لما هو كان مع الدكتور و يقوله هي محتاجة عملية لكن الجراحة هتكون غالية جدا يقوله يا دكتور ما تقلقش انا هحاول اجمع المبلغ و يقول دلوقتي مش هكون جنبك اتمنى ان حد يكون معاك غيري و يكون بيعمل كده علشان تعتمد على نفسها و لما ضحك عليها في المتجر اكتشفت ان هو غلط في الحساب و بترجع ليه و يقول صاحب المتجر هي عمية لكن هي مش غبية و يقول في نفسه اكيد هي مش غبية و هو بيرقبها و هي بتحاول توصل لبيتها و كل شوية توقع انا عارف انه يكون صعب عليك لكن انا عارف انك شجاعة و يكون في الشغل بتاعه و بتجيب له الاكل يقوله انت جرحت ايديك ما تطبخش تاني تقوله انت بتشتغل كتير لازم تاكل كويس يقول في نفسه ما تقلقيش انا هاشفعنيكي و يكون بيشتغل كل حاجة و بيستحمل ايهانات كتير علشان يجمع المبلغ و بيخلي الناس تضربه مقابل الفلوس و يكون فضله تولتمائة الف علشان يكمل المبلغ لكن بيطلب منه عميل انه هو يروح سباق سيارات و هياخد فلوس كتير يقوله كام يقوله تلتمائة الف طبعا بيوافق على طول و يروح يقول لها انا هعمل لك الجراحة قريب تقوله لو نظر رجعلي اول شخص هكون عاوزة اشوفه هو انت تعرفي انا شبه مين انا شبه شي الممثل تضحك و يروح للسباق و يقول لصاحبه لو اي حاجة حصلتلي و وصل الفلوس دي ليها و يبدأ السباق و تعمل العملية و اول واحد بتشوفه بيكون صاحبه و تفتكر انه هو هنمو و هو بيكون على كورسي متحرك و شايفها و مش بيرضى يروح عندها لان هو بيكون عاجز و بيتكلموا عليها زملائها ان حبيبها دفع ليها فلوس كتير علشان تشفي عينيها و رجليه بتخفه و يشوفها و يساعدها لما الورق بيقع منها تشكره و يجي يمشي يسمع اسمه يتصدم و يبص وراه لكن بلاقيها كان بتنده على صاحبه و بتسأله انت عارف الولد ده يجذب صاحبه و يقول لها لا ما عرفوش و تكون ماشية و تغرق في المية و ينقذها يقرب منها علشان تعيش لكن لما تصحى بتلاقي صاحبه و تحضنه تفتكر اللي هو اللي انقاذها و تقول افتكرت ان مش هشوفك تاني و هو واقف من بعيد و شايفهم و يمشي و هو حزين و تكون قاعدة و تفتكر لما هو قال لها انا شبه شاب الممثل و تحاول تلمس وشه و تقوله انت مش هان مو انت مين فين هان مو و تجري تدور عليه و يحكي لها صاحبه انه هو جمع مبلغ تلتمية الف بسباق العربية و تدور عليه و تبكي و تقول هان مو و انت فين تصل بيه صاحبه و يقوله هي عرفت و يروح لها و تكون بتدور عليه زي المجنونة و يقول لين انت تستهلي واحد افضل مني و تشوفه و تنده عليه و تروح له شغله يقول لها بعدي عني انا و انت مش هينفع نعيش مع بعض و بتحاول تساعده في شغله يقول لها انت مش فهمة انا بقول ايه و تجيب له اكل يرميه يقول لها انا و انت انفصلنا انا عايز افضل معاك يقول لها مفيش حاجة ترجعني و يمشي تقول له بكرة عيد ميلادي ممكن تسيجي انا هستناك تفضل مستنيه و تبعت ليه رسائل و تطف الشمعي لوحدها و تكون بتمطر تتصل بيه عشان يوصلها يرفض تروح له البيت يفتح الباب و تلاقي بنت تانية معاك تقول له هو ده اللي انت مشغول بيه يقول لها مش هسيب حبيبتي لوحدها علشان اوصل حبيبتي السابقة تسأسف و تقول له مش هسيجك مرة تانية و تسيبه و تمشي و لما تمشي البنت اللي معاك تقول له انت ليه بتعمل معها كده ليه خليتنا مسل و يفتكر لما لما القتل و أكله من الأرض و لما كان واقف وراها و بيتمنى ليها ملاد سعيد و يفتكر ان هو لازم يدفع الفلوس العربية اللي دمرها و صحاب العربية كانوا بيتنمروا عليه و بيهددوا بحبيبته ليه علشان كده سابها و يقول انا لو خليتك معايا هتعاني و عمري ما أسامح نفسي أبدا لازم تعيش حياتك من غيري و يمشي و يكون بيرقبها و هي مع صاحبها و بيتنمر عليها و تكون معدتها واجعها و يسيبها و يمشي صاحبها و يجي هانمو و يساعدها ترفض و تسيبه و تمشي و يشوفها بعدين و اشيها مجروح و يارف ان صديقة ضربها أول ما يشوفه هانمو يضربه على طول و يقول له دي حبيبتي انت ليه مهتم بيها يقول له لأني بحبها لو عملتها بالطريقة دي ما تستهلش تكون معاها و بعدين يقول لها ممكن نرجع لبعض تاني انا عمري ما تغيرت انا لسه بحبك تقول له موافقة يتصدم لهن هي كلمت عادي لان كل ده كان تمثيل علشان يعترف ان هو لسه بيحبها يقول له صاحبه كويس اني ما تضربتش من غير فايدة و تكون كل دي تمثيلية عليه و تحضنه و ترجع له و بعدين يعيشوا مع بعض و يشوف ان هو جاله رسالة من صاحبته و صاحبته بتحاول تقرب منه علشان تكون حبيبته لكن هو بيرفد كل حاجة منها و لما تعمل نفسها دايخة يقول ان هو كمان دايخ و يتصل بلين لانه مش عايز واحدة تانية تكون معاه تتحك لين لانه هو مخلص ليها و لانه هو بيحبها جداً و هي و بس و كي تنتهي الدراما اشتركوا في القناة